بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عظمة الله أنه لا يشبه شيئا من خلقه واعتقاد أن الله تعالى موجود بلا مكان هذه هي عقيدة الأنبياء والملائكة وكل المسلمين فعلى مر العصور صدحت أقوال العلماء بعبارات تنزه الله تعالى وسنذكر بعض الآيات في كتاب الله المجيد قال الله تعالى ولله المثال الأعلى سورة النحل وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال سورة النحل وقال تعالى هل تعلم له سميا سورة مريم وقال تعالى ليس كمثله شيء سورة الشورى قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص وعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزيه الله عن مشابهة خلقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء قال الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة في كتابه الأسماء والصفات ما نصه استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عن الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان انتهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره قال الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي في كتابه الاعتقاد في بيان معنى هذا الحديث ما نصه يدل على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهما وكل ذلك أغيار امتهى وبعد أكثر من أربعة عشر قرنا من الهجرة النبوية تراث علماء أهل السنة والجماعة يشهد أن عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة نسأل الله سبحانه وتعالى أثبات على هذه العقيدة وأن يدخلنا الله الجنة من غير عذاب إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير والحمد لله رب العالمين